اشتركوا في القناة الصوديوم يعتبر من المعادن المهمة لصحة جسم الإنسان وأيضا يدخل في عمل أغلب العمليات الحيوية في أجسامنا طبعا للأسف بالسنوات الأخيرة زاد استهلاكنا بشكل جدا كبير وملحوظ من كميات الصوديوم اللي نحن نتناولها بسبب سوء العادات الغذائية للأسف أو اعتمادنا على الطعامات تكون مصنعة ومعلبة وانتشار تناول الوجبات السريعة ومعززات نكهات الطعام المصنعة مثلا مثل مكعبات مرق الدجاج وغيرها الآن نحن عشان نحاول نخفف من كمية الصوديوم اللي نحن نتناوله من المهم أن نحاول نلجأ قدر الإمكان لتناول الأسفة التازجة ويفضل نتجنب الأشياء المصنعة والمعلبة قدر الإمكان وبحال نحن نتناول المعلبات نحاول ناخدها بطريقة نصفيها مثلا من الصوائل اللي بتكون معهم ونغسلها بكمية كافية من الماء لحيث أن نحاول نطلع أكبر قدر ممكن من الأملاح اللي بيكون محفوظة فيها أو الصوديوم اللي بتكون محفوظة فيها المادة بس طبعا يعني مو دائما هالفكرة نحن ممكن نستخدمها مع جميع أنواع المعلبات فمهم نحن نتعلم يعني قراءة الملصق الغذائي أيضا رح نتكلم الآن عن معنى العبارات بالمنتجات الغذائية لكن في حاجة حابة نبه عليها أنه كمية الصوديوم الطبيعية للشخص السليم اللي ما عنده مشاكل صحية خلال اليوم بتعادل 2300 إلى 2400 ميلي جرام تقريبا من الصوديوم يعني فهي بتعادل ملعقة شاي صغيرة من ملح الطعام خلال اليوم كامل فهاي بالنسبة للملح فما بالكم بالمنتج يعني كمية الصوديوم اللي حتكون مثلا بالمنتجات الأخرى اللي نحن منتناولها نحاول أيضا لما نحن مثلا نتناول أكلنا ما تكون مملحة موجودة عندنا ونستخدم ونرش الملح نزيد ملح الأكل فهي من العادات اللي نحن ممكن نتغلب عليها بإذن الله ونقلل كمية الصوديوم المتناولة بصعامنا الآن إن شاء الله رح نناقش بعض الانتعاءات الغذائية على المنتج لكن من المهم إنه شخص بالبداية يتعلم مهارة كيفية قراءة الملسق الغذائي لأن كلها بتعتمد على الحصة الغذائية الواحدة وبعض المنتجات ما بتكون حصة غذائية واحدة فيها بيكون فيها عدة حصص غذائية أو يعني الكميات حتكون مختلفة مثلا حسب المنتج بعض الأحيان بيكون ذكرها كنسب مأوية فلو كانت مثلا كمية الصوديوم مذكورة كنسب مأوية بالمنتج ما حتكون بالميليغرام فما حتساعدكم الطريقة اللي أنا حأذكرها الآن فبالشكل عام نحن منعتمد طريقة النسب المأوية لو كان 20% وأكثر كمية الصوديوم بالمنتج بيعتبر جدا عالي بالصوديوم ونحاول نتجنبه الآن بعض المنتجات ممكن نشوف عليها عبارة خالي من الصوديوم أو الملح أو صوديوم فري أو صالتي فري بتعني أنه المنتج بالحصة الغذائية الواحدة بيحتوي على أقل من 5 ميليغرام من الصوديوم ولو كان منخفض جدا بالصوديوم أو very low sodium بيكون المنتج بالحصة الغذائية الواحدة منه في أقل من 35 ميليغرام صوديوم ولو كان منخفض بالصوديوم أو قليل الصوديوم أو low sodium بيعني أنه بالحصة الغذائية من المنتج فيها أقل من 140 ميليغرام من الصوديوم أيضا في بعض العبارات الأخرى اللي ممكن نحن نشوفها على بعض المنتجات الغذائية لكن ما بتعني أنه كمية الصوديوم اللي فيها نحن تكون مثلا مناسبة لنظامنا الغذائي لأن غالبا بتم ذكرها بنسبة مئوية لو كان مثلا مكتوب ملح خفيف أو ملح قليل أو slightly salted less salt بتعني أن الحصة الغذائية من المنتج في أقل بـ 50% من الصوديوم من الصوديوم عن المنتج الرئيسي من نفس الشركة فمثلا نحن ممكن نشوفها العبارة غالبا ببعض أنواع الشبسات فممكن لما نحن نقرأ القيمة الغذائية قد تكون نسبة الصوديوم عالية أو نلاقيه مثلا كنسبة ممكن 20% من احتياجنا اليومي طبعا النسبة المئوية غالبا على الملصقات الغذائية بيكون بناء على نظام غذائي 2000 سعر حرارية فنحن مو دائما بنعتمد عليها أيضا لذلك من المهم معرفة قراءة الملصق الغذائي رح نفصل لاحقا إن شاء الله بمقطع كامل أيضا لو كانت العبارة صوديوم أقل أو reduced صوديوم يعني أنه المنتج بالحصة الغذائية الوحدة في أقل 25% من الصوديوم عن المنتج الرئيسي من نفس الشركة بتمنى أني أفتكم بمعلومات بسيطة عن موضوع الصوديوم طبعا لما نحن نقرأ الملصق الغذائي ما نركز فقط على كمية الصوديوم من المهم نتعلم نقرأ جميع المكونات لكن نحن تركيزنا اليوم على الصوديوم بمناسبة اليوم العالمي للكلة نتمنى لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم استماعكم